لا القراءة والاكتابة وانهم متخرجين المفروض من مرحلة سنة وليات بلوم سنوي صناعي بلوم سنوي صناعي او تجاري او زراع للأسف الشديد انا بقول لحليك هزا الكلام وانا مسؤول عنه ودي احنا ممكن نتجاوز عنها لكن الاهم في هزا المضوع هل الراجل ده هو عنده مهارة ولا ما عندهش مهارة هل هو تعلم حاجة في مدرسته ولا ما تعلمش حاجة في مدرسته احب اقول لحظه ده انا يعني انا رئيس جمعية وانا رئيس جرفة صناعات الملابس وانا محب العمل عام وانا بسعى زي كل الناس الشرفاء ان هم يرفعوا شأن هذا البلد بشكل واقع وبالتالي انا كنت بتجه للمناطق الفقيرة وبروح مدارس السنة والصناعي انا وزملائي عشان نتفق مع الولاد اللي موجودين هناك بمجرد التخرج احنا نخدهم هنديهم تدريب لمدة شهر واحد وبالتالي بعد الشهر ده هيصبح ان هو قادر للعمل على الالات والمعدات اللي موجودة في صناعة الملابس الجهازة او في اي صناعة اخرى كل الناس كان بتطلب هذا الكلام احنا كنا بنروح للمدرسة مرة واثنين وتلاتة واربعة لا كنا بنلاقي طلبة ولا كنا بنلاقي مدرسين ده كلام مهم جدا وصريح جدا وحنقل الدكتور هاني سات النائب هل انتو مدركين في البرلمان المصري في اللجنة احنا لدينا مشكلة حقيقية في التعليم الفني في مصر ايه رأيك هل ايه حلولك هو طبعا احنا لدينا مشكلة حقيقية في التعليم كله كله تمام واحد المخرجات بتاعة التعليم الاساسي لان هي بتغزي التعليم الفني طبعا وللأسف التعليم الفني نظرا للنظرة السيئة المجتمعية لخريج التعليم الفني يعني اللي معدر بلوم سماعي لو جال بنتك هترداد دهاله لأ ودي عايزين نقضي عليها مستقبل فالنهاردة النظرة المجتمعية دي بتخلي كل طلبة الاعداة دي والأسر كلها عايزة تدخل ولادها التعليم العام ويخش جمعها ويمشي دي اول نقطة حتى لو خدث هادا فاحنا بنعالجها احنا هنعمل لها معالجة بحيث نفتح السكة قدام التعليم الفني بحيث انه يكمل التعليم التكنولوجي بقى اه طبعا والده اللي بفتقده في مصر اه فبيأتي التعليم الفني اسوأ ما عندنا احنا لسه بنقول مم الذي لا يقرأ ولا يكتب يكتب في الاخر بديله شهادة اتمام المرحلة السنوية للتعليم الفني الصناعي او التجاري او زراعي مممممممممم كلنا. في سوق العمل كلهم فيه تخصصه. بيجي لنا اه الدبلومات ونقول له خد اعمل حاجة الفنية بلقيه لا يقرأ. اه. كما يجب. ولا يكتب كما يجب. ومأساة. اذا احنا عدنا مشكلة في اه 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 منظومة التعليم. بدءا من الحضانة. ودي طبعا احنا اه عادي لها حلقات كتيرا نشتغل فيها. لكن ناخد منها النتيجة احنا بنطلع بن بنغزي التعليم الفني. اه. بالانبوت اللي بندهوله ده ضايع. فبنظلم التعليم الفني. تمام? يعني مبدئيا المدخل بتاعت سيء جدا. عايز انت تبتدي معاه من من اولى ابتدائي. تعليمه الاساسيات. اه. انت كمدرسة الصناعية. نخش بقى المدرسة نفسها. اه. مدرسة الصناعية هنشوف فيها كانت ايه? وبقت ايه? دلوقتي. واحنا عايزين نروح بيها لغات فين? تمام. وبيتعامل حاجة بسمها الجاب اناليس ازاي كده ما بتبسك البصلة تحددين مكانك. وانت عايز تروح فين? فبتزبط البصلة بقى على الموقع اللي انت عايز تروحه. وبتحدد نقاط ايه? اه اه اه. ارضية كده علشان اه بيتحط خطة طويلة مدر المحددة في الاهداف. اه. ومحددة وايه? وايه? تستطيع قياسها. يعني الخطة مش خطة وخلاص وتديها لأ. ممكن كل اه مثلا شهر ولا ستة شهور تقيس الخطة ولها مؤشرات اداء. وممكن تعدلها وتصلحها. يعني ايه? المهم. هنقول احنا كنا ايه? في تعليم الفني. كان كان التعليم الفني على اعلى ما يكون. اعلى ما يكون بكل المقاييس. اه. تعليمنا احنا بتاع التعليم الفني. كنا بنصفر. المدرسين المانيا وانجلترا. المدرسين الصنايع. وانا اعلم ناس قريب كتير جدا. سفروا المانيا. وخدوا شهادات عالية. وفي الاخر رجعوا جمب. بقوا اسادزة. ودكاترة. طوروا التعليم الفني. احنا كنا بنسمع دلوقتي عن ايه? اه نخلي المدرسة الصناعية وحدة انتاجية متكاملة. كلمة الحلوة دي. اه طبعا. يعني المدرسة الصناعية. هيبقى فيها وحدات انتاجية. الكهرباء. الورش. النجارة. احنا كنا كلنا. في بيوتنا وابهاتنا. بيشتروا المدارس الصناعية بيشتروا قوة نوم كاملة ومكاتب وكراسي حاجات حاجات تعيش بالمئة سنة. ودي حقيقة. ازا احنا كنا مستوانع عالي جدا. علميا. هو احنا ليه كل حاجة بدول كنا. لا معلش. ما انت لازم تقولي. ما الاسف. معلش. انا قصد اقول ايه. ما انا معاك. انا معاك. الاسطوب العلمي. كنا في كل حاجة. لا لا الاسطوب العلمي. لبناء اي منظومة جديدة بتقول هوروي ار. ام. والديستيليشن بتاعك فيه. انا رايح فين. والبنشماركين فين. وبعدين بتروح له. بتطلع السلال بقى بالبلان اللي قلنا عليه. فلازم تقولي انت فين. انت فين. وتستفيد من الحاجات اللي كانت موجودة. انت عندك بنية اساسية. انا انا عندي اسمها مدرسة في الشرقية اسمها مدرسة الصناعية وانت شرقاوي تعلم. قلعة. قلعة. عظيمة كانت عظيمة جدا جدا جدا. لكن انهارت. فوصلت هذه. كان عندي بنية تحتي. معامل هيلة. وعندي مدرسين انا مأهلهم. كويس قوي. يعرف انجليزي. واللي في المانيا يعرف الماني. ويعرف عربي. ويعرف ازاي تعامل مع العيال. وكان المنتج في اللي بيخش من من التعليم الاساسي للمدارس الصناعية كان كويس جدا. ف وبعدين اه هو عارف في المدارس في منهج محدد وفي عملي كان العملي على اعلى مستوى ده اللي ابتقدناه. النهاردة بنعمل ايه بقى? النهاردة المدخل سيء. المعمل اللي كان من من اتبعين سنة معادش موجود. ولا بيتطور. والعدة كسرت. والمعمل اتقفل. ولو فيه الكنديشن مش موجود. والنظر اه مش موجود اساسي. اه طبعا. والمدرسين مستوى موجودين. والطلبة مستوى موجودين. لا ده انا بقول للناس اللي بيشتغلوا. يعني هو ازا عاد المدرس للمدرسة الطالب هيرجع للمدرسة. احنا بقول ليه مش عايزين نرجع الطالب للمدرسة لا. ده انا عايزة رجع المدرس للمدرسة الاول. اه. كيف يعود المدرس للمدرسة مدرس. ومدرس ايه مدرس بمعنى كلمة مدرس. بهيبة المدرس. بعلم المدرس. بفكر المدرس. بثقة وارادة المدرس. واحتواءه للطلبة. والسيكولوجية النفسية والتوازن النفسي. مدرس. مدرس هيبني اجيال. اذا احنا النهاردة. الكلام ده. الكلام ده انا امام منظومة منهارة. احنا كنا بنشبهها. كنا عدنا مع الدكتور الشوقي. واحنا. وحظ. اه. ان احنا اه يعني جالنا وزير والوزير. في الحقيقة احنا على اه اتصال دائم من لجنة التعليم والبحث العلمي مع الوزيرين. وزير التعليم العالي والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. والاتنين ربطينهم في بعض. الاتنين بيتكلموا لغة واحدة. والاتنين بيقولوا انت فين? طيب انت عايز مني ايه? والرجل. يعني فيه امل وفيه خطة ممكن تتنفذ? فيه امل. وفيه احنا وحنا عاملين اجريسيب بلان. ومش ممكن تفشل. مش هتفشل. لازم ننجح. لان هو الخروج من النفق المظلم للدولة المصرية فيها بالتعليم. صح. وانا بقول للحكومة. الحكومة للأسف بعتلنا مقترح. موازنة دون المستوى. فبنقول لها انت يا حكومة. لو انت مش عارفة. ان ان مصر. الحياة الكريمة. النقلة. المشروع القومي للدولة المصرية زي ما الرئيسيشي قال. في التعليم. ها? البلد دي يوم راح ما تتقدم. عشان انت النهاردة فيه استحقاق دستوري. الدستور. الدستور اللي احنا الشعب كله طلع قال. هذا هو الدستور. هذا هو خرآن الحياة اللي هنمشي عليه. اللي بيقول التعليم. اربعة في المية من ناتج المحلي الاجمال. الاجمال المحلي. وحضرتك تدي له اتنين في المية. يبقى انت لم تقرأ الدستور. وانت لم تشعر باهمية التعليم. ازا انت بتطلب مننا ايه? ما انا انا قلت لدكتور الموازنة الجديدة. اللي هي لسه داخلة علينا. احنا بنقراها كده مبدئيا لقينا فيها. وكانت دكتور ترى الشوئي من اربعة اتيام معانا. وبيقول لنا اه في كزا كزا. قلت له. قلت له اسمع ما اقول لك. قلت له انت لو وافقت على هذه الموازنة. هتفشل. والحلم والاحلام اللي حضرتك بتقول لي عليها دي. لن تستطيع تحقيقها. وحتفشل. واحنا هنفشل. والدولة هتفشل. لازم الكلام ده يتعلم. واحنا بنقول في لجنة التعليم. لن موافق. انا الا 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 استحقاق الدستوري. اربعة كرنين. التعليم. والتعليم العالي. والبحث العلمي. كلها متاكل منها. كلها متاكل منها. وبالتالي. انا عايز اقول لك حاجة كارثة. ده السنة اللي فاتت. في وجود الجنيه بقيمته القديمة. اه. قبل التعليم. كانوا اخدين واحد تعملين مليار. السنة دي قل مليار. مع ارتفاع مع قلق. يعني اكدو اكدو مدين اربعين مليار. يعني السنة دي السنة فات واحد وتمين مليار للتعليم. انهاردة اكتشواري. دي قلقة تمينين مليار. خمسة وماردعين مليار. بزبط كده. يبقى ايه ده? ايه ده? انتو فين? انتو فين يا حكومة?